رجعنا لكم مرة تانية عزام وشاهدين ويفالفقرة الحوارية التانية وفيشرفني بنضميلي في الستوديو الكابتن أمين عربي مدير الفني لفريق موليد 99 بينادي الأهل أهلا بكريم أهلا بك وأنا سعيد أن أنا معك إن شاء الله مهارك وطبعا بينضميلي موهبك بكديدة على طريل نجومية الكابتن صالح نصر هكذا في الفريق أهلا بكريم أهلا بكريم أسمع لكابتن أمين في البداية قبل ما نتكلم عن مواضيع حالتنا النهاردة وقتوعة 10-20 وفريق 99 رايح حذرك في التقليد اللي شفناه النهاردة ودور اللجنة الأولومبية واللجنة بارالنبلية النهاردة وحاملة الدعمي للناردة كانت ل acquisition الرئيس عفتاح السيسي نفض掘 ولئة تانية لا دي طبعا حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا للجنة الأولومبية واللجنة بارالنبلية يعملوا هذا الإنجاز وبين وبينك ده واجب كل الرياضي وكل مصري وكل شعب مصر إنه هو أيه دعمه للرئيس عفتاح السيسي على فعلا الفترة اللي عملها والفترة اللي أنجز فيها والرجل ماشي بخطة سبتة وخطة يعني متقدمة جدا في كل حاجة والرجل وعده بينفز لكن احنا لازم نصبر شوية ولازم نبقى في ظاهره شوية زي ما هو حل عندنا حاجات كتير جدا وعيشنا في أمن واستقرار وسلام بعد الفترة العصيبة دي فأنا بحيهم وأنا واحد من هنا برضو بعلن تأييد الرسم للرساة الرئيس فتح يسير الفترة اللي هي تانية وربنا يكرمنا ويكرم مصر إن شاء الله الرياضة لها دور كبير جدا يعني موضوع الرياضة بالسياسة حاجة واحدة في سنة 2017 كمان هو عامل رياضة المصرية عاملت حافية الإنجاز بعد كاس العالم يعني برضو رياضة لها دور كبير جدا في هذا الأمر وبتساعد على استقرار أوضاع في مصر أكيد طبعا لأن الرياضين برضو في مصر هم القدوة للشباب كتير جدا في الشعب المصري والرياضة هي القدوة الرئيسية للبلد اللي بقى فيها رياضك وهي سابق فيها شعبك وهي سرعب ومتحضر فالرياضة عامل أساسي وعمل رئيسي في الشراكة مع كل الناس دي في تأييد الرساة الرئيس عفتح السيسي يعني خلينا بقى نرجع لحلقتنا النهاردة وموضوع حلقتنا نحن النهاردة مخصصين الحلقة كلها عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي خصوصا فريق السعوصين لحضرتك يعني بتقوده وطبعا مسيرة نكحة ما شاء الله النتائج هنستعرض كل ده مع حضرك دلوقتي الحمد لله لكن يعني أنا شايف أنه فيه توجه دلوقتي في مجلس دارة النادي الأهلي لجنة الكورة كابتا خطيب كابتا نزيزو كابتا عرب تصادق بتعوم مع الدكتور عمرو بلمجد كابتا خالد جدالة يعني فيه فكر جديد في قطاع الناشئين في النادي الأهلي يعني ملامح هذا الفكر لا هو واضح وصريح ومن ساعة ما جيك الدكتور عمرو بلمجد والكابتا خالد قعدوا مع الجهاز كله كأفراد واكتموا على حاجة واحدة أن احنا نشتغل بجد وجهد وبعرق والنادي الأهلي رقم واحد النادي الأهلي فوق الجميع ونبدأ نشتغل في قطاع الناشئين نرجع قطاع الناشئين زي ما كان زمان ولازم اللعيبة اللي تطلع تطلع من قطاع الناشئين وإن شاء الله مش هنخلي النادي الفترة اللي جاي يبقى فيه دعم منبرأ أو شراء منبرأ كتير باللعيبة ولاد النادي اللي تربوا في النادي اللي اشتغلوا في النادي وأعتقد أن المجلس دارة النادي الأهلي الجديد بقادرة الكابتن محمود الخطيب عمل لجنة كورة لجنة لا غبار لا كلام الكابتن عبيز عبد شافي والكابتن عالعب صادق المنظومة الكروية في النادي الأهلي رجعت تاني بكامل قوتها بكامل هيئتها وعلى رسولهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي فأعتقد هو بسس للكلام ده من زمان وبيفكر في الكلام ده من زمان وهو أحد أبناء النادي الأهلي فهو حس ولعب وشاف فعرف قدرة ولاد النادي الأهلي في أنهم يستمروا ويصعدوا للفريق الأول وده بيبقى إنجاز كويس لقطاع النشئين وإنجاز كويس للنادي وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنوعد المجلس إدارة وبنوعد لجنة الكرة إن بإذن الله الفترة اللي جاية هتشهد طفرة كبيرة جدا من قطاع النشئين للفريق الأول إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا أتمنى إن شاء الله وإنتوا قادرين على كده بإذن الله يعني برضو من النجوم اللي هتبقى يعني إن شاء الله إليها مستقبل كبير يعني صالح نصر يعني من اللعبة اللي هي متقلقة هذا الموسم مع فريق 99 ومش فد سبت يعني صالح يعني في البداية بس عشان يعني أنا عايزة كده أتعرف نفسك للناس وبدايةك جاتت إزاي مع كرة القدم من ضمامك لنادل آلي كان إزاي؟ الأول كنت بقى لعب في كلمة حرص آه بعدها نضمت لنادل لإنتاج الحربي من طريق كابتن سابت آمان بعدها بتالت سنين كابتن ناس راجب طلب من عن ضمي لفريق نادل آلي من ضميته عن طريقه وبقيت موجود لحد بلغة لنادل ومع كابتن كابتن آلي يعني برضو مشاركتك الفترة الأخيرة مع فريق 99 وتقلقة كنت دلوقتي هداف عشر هداف وأخيرا هاترك فموتش الأسيوتي يعني برضي يعني برضي يعني تأطلومك مع لعبتك مع اللعبة في فريق وانسجمك معهم يعني حز بيدلوقتي مع الفريق في ماذا لك؟ كابتن أمين طبعا مدينا الثقة في الفرقة فده اللي بسعيدني إن أنا أنزل ملعب مش خاف من حاجة أنا بقد اللي أنا شايفه اللي أنا عايز أعمله في المعلعب مش خاف من أي حاجة فده كله بيرج على كابتن أمين يعني كابتن أخذ من كلام صالح أمني عليه يعني حضرتك يعني يعني النادل أهلي أو أي جهاز فني في قطاع الناشئين قبل النتائج وقبل الألقاب فيه قيم وفيه مبادئ وفيه حاجات بتغرس في اللعب من صغره عشان يشب عليها وعشان يطلع عليها النادل أهلي وقيم مبادئ النادل أهلي أكيد ده اللي احنا تعودنا طول عمرنا في النادل أهلي يمكن أنا متواجد في النادل أهلي من سنة 85 يمكن تواجدت مع كابتن مصطفى حسينة يمكن عجوز شوية واشتغلت مع عديد من المدربين والمدربين الكبار فتعلمنا منهم إزاي نغرس المبادئ والقيم في ولاد النادل أهلي في لعبة النادل أهلي إزاي نغرس فيهم قرات النصر والروح القتالية العالية في أثناء المباريات وأثناء التدريبات فده اللي احنا بننقله للعيبة دلوقتي وبنكلم اللعيبة كلها عليه دلوقتي واعتقد أن اللعيبة حتى في اختياراتنا بنختار السلوكيات قبل كرة القدم بنختار المكانة السلوكية عند اللعيب قبل كرة القدم وده يمكن اللي الدكتور عمر حتى بيأكد عليه في كل اختياراتنا أنا شايف أن الولاد دول مجموعة كويسة جدا من اللعيبة مش هما بس هما والفرق كلها المتواجدة في النادي كلهم عندهم الروح الإصرار روح العزيمة روح الانتصار عندهم مبادئ وقيم النادلال اللي احنا بنغرزها فيهم إن شاء الله بإذن الله أنا شايف أن المجموعات دي هيتطلع منها لعيبة كويسة ويمكن احنا لسه من فترة صعد من عندنا من الفرق عندنا رمضان مصطفى حرس المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم المساك وكان احتياطي في مبارات مبارح ضد الجيش ورمضان معهم متواجد على طول وده البدايات وإن شاء الله لسه جايين في السكة في لعيبة تانية كتير من ضمنهم صالح نصر اللي أنا متوقع له إن شاء الله هو وزميله إن شاء الله يعني السنة دي لازم هيققوا في الدرجة الأولى ويققوا في منتخبات مصر اللي ناشئين إن شاء الله هاخد يا أهدن صالح يعني طبعا كابتنك ومديرات الفني يعني يأكد على ده وقول إن عندك إمكانات أن أنت تأهل وتصعد للفريق الأول أنت طموحك والفترة الجاية هو وشايف أنت صالح ينضم للفريق له وطبعا أي حد بيتمنى أنه يلع فريقه في نادل آلي إنه هو التيمي اللي موجود فوق مش موجود في أي فريق تانية لو فريق رب فعلا فصعب أنت تنضم وسط مجموعة لعبة محترفة فعلا فالواحد بيكون قدامه هدف لازم أن يصل لازم كل خطوة تعدها من مرحلة واحدة يعني أنا مش همفع أطلع للسلم مرحلة على طول لازم أن أعد واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا بص قدامي دلوقتي إن شاء الله فكر بعد كده أطلع طريق لعبة يعني وجود برضو لعبة زمالك من الفريق تامت ثادهم يعني زي ما الكابتن قال دلوقتي إحنا معنا رمضان مصطفى حريص مرمى ومحمد عبد منا مدافع ده ما قدكش الدافع والحافظ أن أنت يبقى عندك تشعى نفسك أكتر بحس أن أنت يعني تلفط نظر بغاز الفني فوق كده تبقى حسنا البادري وأن أنت يكون لك مكان فاطرة للحليق طلع الواحد بيحاول بوقت في الدوري اللي هو الجمهورية يحاول إزبط نفس في الدوري عشان كانت نحسامي يبص على الفرق أو يختار العنصر المميزة ترامين ده يعني عزين يعني نستعرض مع الناس كده ومع كل متابعينا وكل مشاهديننا المشوار الفريق هذا الموسم وناخد يعني نتايج يعني فيه ستة واحد مرة وفيه خمسة ثلاثة على أسوة مبارح فيه نتايج الفريق ماشي كويس جدا وشغال بطريقة يعني كويس جدا يعني حابب برضو أن حضرتك يعني فوجلا كده يعني تقول لنا المشوار بدأ إزاي أنا يعني كلفت بإقدارة الفريق ده في بداية الموسم بتكلفة من الدكتور عمرو المجد والكابتن خالد أعدت شفت الموسم اللي فات النتائج اللعيبة الموجودين مين هما بدأت أتفرج شوية في قناة النادلة اللي كان بتزيع بعض الماتشات بتاعت الماس السنة اللي فاتت بدأت أحط إيدي على المجموعة اللي موجودة بدأنا اشتغلنا رحنا معسكر النادلة وفر لنا معسكر في الأكادمية البحرية في اسكندرية اشتغلنا فيه كويس جدا أنا كده كده قريلي عندي لعيبة موجودين في منتخب مصر محمد شوكري ومحمد عبد المنعم ومصطفى شبير ثلاثة في منتخب مصر بدأنا نشتغل عليهم بدأنا نشوف الإمكانيات اللي عندهم بدأنا نشتغل على الإمكانيات اللي متواجدة معاهم بدأنا نشوف السنة اللي فاتت إيه اللي كان ناقص بنشتغل عليه بكمل شغل الكابت محمد سعد اللي كان مسكهم السنة اللي فاتت وعمل معهم موسم كويس وأنا جاي أكمل شغله يعني احنا كلنا كل واحد بتتوالى الفرق وكل واحد بكمل شغل الآخر يعني محدش يقدر يقول أنا عمله يعني على مدار التاريخ النادي الأهلي كل واحد بيمسك بكمل شغل اللي ما سبق والرجل اشتغل شغل كويس وشغل محترم وأنا جيت بكمل شغله الحمد لله بدأنا الموسم بداية كانت متعسرة شوية لأن أنا برضو كنت دخل على الفرقة ومش عارفهم كويس قوي وعند العيبة ما دخلتش معنا المعسكر عند العيبة لسه جديدة فبدأت معهم كانت أول مباركة مع طلاع الجيش ومن هزمنا ثلاثة واحد بعد كده ربنا كرمنا بدأت الأمور تيجي بدأنا نكسب حوالي خمس ست متشات متتالية النتائج بدأت تتحسن أنا واللعيبة عارفنا احنا عايزين ايه من بعض وعايزين ايه للنادي بدأنا نحط البلان بتاعنا طول السنة وهدفنا وأهدفنا إن احنا بنمشي بخط المتوازين إزاي وده الأهم إزاي نصعد لعيبة للفريق الأول حسب احتياجات الفريق الأول وإزاي إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نحوز البطولة ودينا ماشيين في السكة والحمد لله احنا محققين نتائج كويسة عادنا 13 مباراة كسبنا تسعة اتغلبنا اتنين اتعدلنا اتنين نتائج في نتائج كبيرة زي الداخلية ستة طنطة اربعة سموحة اتنين ده أول مباراة الأسوتي خمسة ففي نتائج الحمد لله نا والاتحاد يعني الحمد لله وأنا أنا عني ثقة في ربنا كبيرة جداً وثقة في العيبة المدلالي حق في الناشئين وبالمناسبة برضو أنا بحب عشان منساش حق زميلي برضو بحب أشكر جداً الكابتن أحمد صراج وكابتن محمد شرف اللي مسكين موليد ألفين وألفين وواحد لأن برضو بدعموني بعض اللعيبة لعيبة ممتازة جداً ولعيبة كويسة بتلعب معي في الفرقة زائد اللعيبة اللي موجودة عندي عندي صالح ناصر من اللعيبة الهدفين ولعيب كويس عندي محمد أحمد بيسو من الهدفين برضو العرب جمال عندي صلاح ياحي عندي لعيبة كتير أنا مش عايز أقول أسماء عشان منساش لكن عندي محمد عبد منام وعندي محمد شكري وعندي إبراهيم السيد وعندي عاد المصطفى عندي عندي يعني كم كبير من اللعيبة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنا على أمل وعلى ثقة في ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نساعد منهم لكن برضو أنا عايز حتى يعني بقول للعيبة وبقول لصالح إن التصعيد بيبقى حسب ما يحتاجه الفريق الأول وهم يحتاجه الكابتن حسام يعني حتى سألت السؤال يعني الأزمة بتاعة خط الدفاع يعني أنت يعني أنت حتى لما سألت السؤال إنت ما ما عندكش الطموح والأمل تبقى زياد منام هو عنده وأكيد هو عنده جواه لكن الوقت الحالي كابتن حسام مش محتاج مثلا في أطراف الملعب قدمه هو محتاج في المدفعين أو حراسة المرمى لكن إحنا يعني ستاند باي لأي طلب حيطلبه الكابتن حسام صدقني يعني أنا أنا على يعني خد مني الكلام سخة إن شاء الله بإذن الله أي وقت حيحتاج لعيب في المراكز معينة حيلاقيها وهيلاقيها من قطاع الناشئين وإن شاء الله سنعدده بلاعيبة كويسة ولعيبة هتبقى على مستوى علي هرجع لك وهنقش ده بالتفصيل أكتر ولكن خلينا نطلع نشوف تارير عن فريق 99 ونرجع نكمل لقاءنا مع الكابتن أمين عربي وكابتن صالح نصر على الرغم من تواجد فريق كرة القدب بالنادي الأهل موليد 99 في المركز الثالث في بطولة الجمهورية إلا أنه يعد أقوى هط هجوم في البطولة بعد تسجيله ل31 هدفا في 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري بينما سكنت شباكه 13 هدفا حقق الفريق تحت قيادة أمين عربي المدير الفني تسعة انتصارات وتعادلين وهزيمتين مما جعله يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيل المتصدر برصيد 31 نقطة وإن بي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد أربعة لاعبين سجلوا حضورهم في قائمة هداف الفريق وعلى رأسهم صالح نصر برصيد عشرة أهداف ويليه محمد بيسو ستة أهداف ثم العربي جمال خمسة أهداف وأخيرا صلاح الدين يحيى بأربعة أهداف الأسيوتي كانت آخر مباراة للفريق وحقق فيها أبناء القلعة الحمراء الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الأهل صالح نصر هاتري وكل من محمد مغربي وشاد رضوان هدف بينما يواجه لاعب الأهل المقاولون العرب الإثنين المقبل على استاذ الجبل الأخضر موسيقى ده كان تقرير عن فريق تسعة تسعين وعن مسيرته في دور الجمهورية يعني صالح خلينا أرجعلك يعني أخذ من كلام كابتن أمين ويتكلم على التوقيت أنت بتكتهد وتعمل عليك وتوصل اسمحني طيب قبل أن أتكلم معك سمعنا الدكتور عمرا بن مجد على الهاتف أهلا سهلا بيك يا دكتور عمرا أهلا 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 بيك يا دكتور أنا كريم وحسين معاك ويشرفني في الاستوديو الكابتن أمين عرابي وأحد أبنائك في فريق تسعة وتسعين صالح نصر هدف الفريق يعني معايا دكتور معايا يعني حضرتك طبعا دور كبير جدا حضرتك بتقوم بي وقطاع الناشئين ولجنة كرف نادي الأهلي في تطوير قطاع الناشئين يعني حضرتك برد حابين تضعنا في الصورة كده حول السياسة الجديدة اللي حضرتك كنتهيجها في قطاع الناشئين في نادي الأهلي خصوصا دي مش أول مرة حضرتك في نادي الأهلي يعني التاريخ كبير جدا اللي حضرتك في رئيس القطاع على مدار التاريخ أحوالي دي المرة الرابعة على معتقدة دكتور آه دي مرة الرابعة يعني ملامح هذا التطوير يا دكتور في قطاع الناشئين في الفترة الجاية هو يعني احنا فيه تطوير على المستوى الإيجاري وفيه تطوير على المستوى الفني المستوى الإيجاري يعني احنا جدا دي الوقت الحمد لله اه 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 تضبط اكثر من تسائلت البيع من الأمور الإدارية زي البلاعب والاستراحة والمطعم والبلابس والجن والحاجات دي كلها اصبحت الوقت دي على أعلى مستوى فترة بالنسبة ليه النواحي الفتلية طبعا الصعب جدا نصلح فيها بية في المية اللي لم يكن لديك المعنصر الأساس في التفوق هو العميد كل فرقة فيها مجموعة من العميد المميزين ولكن العدد قليل مستقدرش تقول الفرقة مستوى فيها عشرين لعب من الثلاثين مميزين ممكن سبعة ترانية تسعة بحيث لما اللي التسعة بيلعبه الجلتري فاسقوي لما بتيجي تحتاج للدكة بقى تلاقي الدكة أقال لكثير ولذلك فالهدف الأول بالبرحة اللي احدى فيها هو تدعيم سرق الستطاع وساد الأباكد الشاغرة للعبين وضيزين من اللعبين في الأدية الأخرى اللي بيقابلونا في المستوى نعم ولذلك كل موزين فني يعلم تمام هو بيتابع سرق العبه وبيجي في الأخر بيقدم ثلاث أربع العبه سبع العبه حسب المكان الشاغر عنده هو يحضر بناخد هذه اللعبه فيه مع لجلة التكورة ومع الكبت العمالي عشافي ومع الكبت العمالي القيعي ومع الكبت العمالي عيهوب كل دول يسته هذا النقص ومع تفاوضه مع اللعب اللي احدى يعني خطة حضرتك او اكتراحات حراكة المبدئية لتدعيم كل فريق مثلا او ايه هي الفرع اللي حضرتك يعني محتاجة تدعيم اكتر وانت حاطت يعني كم لاعب يعني ثلاث أربع عيبة مثلا لكل فريق في الفترة اللي جاية ولا نعرف ايه بذيه كل فرع محتاجة تدعيم فانت بقى اه اعتقد بقرص التدعيم في الكبت اللي ذاكت كانت بعيفة معك او كانت شوعة من اللعبين ولكن مش على المستوى اللي احتاج ففيه فرق محتاجة طبعة في فرق محتاجة خانتة حسب دواب المعبين اه معاها طب فريق الموهوبين اللي حضرتك برضو معلش يعني خلينا اركز معاك على النقطة دي فريق الموهوبين اللي حضرتك قلت هيتم تكوينه من البراعم ومن قطاع ناشئين هل هو قدر هيكون له قدر ان هو يافي بهذا الغرض في الفترة الجاية؟ هو الموهوبين زي ما انت عارف تحت بالتعام طلعنا كل الموهوبين اللي موجودين في قطاع المكرافة طلعوا ثلاثة وثلاثين موهوبين من سن اه خمس او سن ست ستين وقت سن القشن وطلعنا الموهوبين في القطاع من فريق اربعة عشر سنة حتى فريق عشر سنة وطلعوا خمسة واربعين موهوب طبعا العبار مختلفة حتى قدر تقول فريق موهوب يلعب واحد من 12 سنة مع واحد من 13 سنة و13 سنة ولذلك في اكثر من فريق موهوب فريق واحد المدرسة مثل هي في الاثنين من المواهب القطاع في ثلاث سرق من المواهب من الكبير سرقة من البطاوس سرقة من الصغاية سرقة اللعيبة دي هتنتمن مع بعض بمتخف وحاول نعمل قدشات داخلية حتى قدشارك وحاول نعمل واشترك في دورات ثاليكية حتى عندنا 35 سافرة دبي اليوم الشهر الجاي في سرقة 2000 سافرة دبي برضو ستشارك بدورة كبيرة جدا وفيه فرق 17 سنة ده فرق 20 في شهر 4 أو 5 لسه لبعاد بمحددش بالضبط يعني بنحاول بصدر الإمكان يحدى نجمع اللعيبة الموهوبة عشان تشترك مع بعض في بمرايات وزباك كان فيه فرق التوهوبين واحد لا ده احتعدنا حوالي 4 فرق موهوبين أو 5 فرق بأعبار شتية وطقات ودول حيبقوا أمن الناس النقطة الثانية ان الموهوبين دول السنة اللي جاية ان شاء الله هل تعمل لهم جهاز خاص مع جهاز على الفريق بتاعه يعني مثلا فيه لعيبة 99 فيه لعيبة 2000 لو دول فيهم مثلا 15 واحد ضوهوب يتمرر 7 بتوع 22 مع الفرق بتاعته وال8 بتوع من 2000 مع الفرق بتاعته ثم هناك تجيب فرق فيه 15 مع جهاز خاص هيتم تكوينه وترشيحه على أساس ان الجهاز ده هيولمي تماما بالتنجيب الفردي التنجيب الفردي إصلاح أخطاء إصلاح عيوب زيادة خدرات بدلية أو خدرات خططية أو خدرات بهرية دي حيبقى البوغوبين ليهم برنامج خاص مختلف تماما عن السنبات الخاص اللعيبة اللي موجودة دلوقتي أخيرا دكتور اتفتر وعندنا نحن دلوقتي نصد أهدفها لنا في الأول لأن نحن نصد تغراته تطبيق حول كان الهدف ده كان هو الوحيد جماز أكد دلوقتي أصبح له ده كأهدف أخرى أخرى بقيت استثبار دلوقتي كيف نستطيع تستشتر في باقي اللاعبين الذين لا يحتاج ليهم الأول بخصوص الاستثمار يا دكتور عمر اسمح لي كان فيه برضو بعض اللاعبين دايلوم فترات معايشة في أودنيز الإيطالي يعني مدى صحة هذا الخبر آه وفي دلوقتي ريت شاعد الصلاح ودول إخوات وريفر تلعب في 2002 وصلاح تلعب في 2003 والذين فرهو ده وهدفين فرقتهم وجايرهم ومعايشة عاشق سيار في مريك مبينيزي وباللوقتي إذراعات الصفر ناشئ وحيسافروا خلال يومين وفي كده طلع سوبير قارس الماربور قريق 2000 وتعايش في أسبانيا ونحن عشرة الظهرة كانت أربع العزب غانا في معايشة في الثاني الآلي مع أخطاع الناشئين لمدة خمس سيار اللعبة دي الدين الزهرة وطلع عبادش بكرة وهكذا يبقى فيه تبادل ديارات بين توضيع الأندية الأخرى والبلاد الأخرى اللي تخطيبها كراوية لأن أنا مؤمن اللعب اللي ما يخرج ويتعلم ويحتاج ويشوف مدارس ما يمكن أكثر الخبرات الخبرات اللي يخذها خبرات وسكرها بصرية فق ما أقدر عايزه روح طريقيا وروح طريق وروح وكل واحد هتجيله فرصة إن شاء الله هيدا نشح نبخل عليه بالإلقاء لأننا حال أسأل إن شاء الله إذا نعمل تعاقصات بعد أندير الأدية كبيرة فيه تبادل الزيارات هم يقول ده أدخل أو تؤامات ممكن تؤامات برضو شكرا جزيلا لك دكتور عمر مدير قطاع ناشيين بنادي الأهلي شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عمر فيه سياسة جديدة وفيه اهتمام كبير جدا بالمواهج بزيك يعني أنت فريق 99 علاقتك بزمائلك ازاي المطش اللي فات برضا ثلاث أهداف يعني ده أول هاتر كليك هزا النوسم أم ونزلن المطش مش مركزين كان فيه استعجال وعدم تركيز من اللعبة لكن لما خلصت الشوت الأول طبعا توجيات كابتن أمين أنا لأملاح 2-3 مثلا نكون مركزين هاديين مش مشكلة متعادلين نركز في المطش المطش لسه مخلص والحمد لله نترجم دوت في المباراة وطلقنا بنتاج 5-3 والحمد لله يعني عندنا بإيجابية إيه أبرز حاجة كابتن أمين عطول بيركز معاك فيها أو بين الشوتين أو فيه مطش يعني إيه تعليماته اللي تبع دايما بيوجيهك لها في المباراة هو أنا بضائع كتير ها 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 فكابتن أمين بيحاول أقول لي إيه ده ما تستعجلش ده هيقلم تركيزك تفوت تكون هاد قدام المرمى عشان تقدر تجاء تترجم الجون تقدر تفيد فرقتك فهو ده اللي بيقول عليه خلينا يعني هاخد من كلامك دوت وطبعا هنعرف التفصيل أكتر عنها السلبية والإيجابيات برضو في أداك عشان نحن نستفديها وزمالك برضو استفديها ولكن نسمح لدينا نطلع نشوف تقرير عن صالح ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن أمين عرابي وكابتن صالح نس صالح نصر موهبة جديدة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي نجح في إثبات وجوده في فريق كرة القدم موليد تسعة وتسعين بالنادي وأصبح هدف بطولة الجمهورية برصيد عشرة أهداف انضم نصر إلى الأهلي قادما من الإنتاج الحربي عندما كان عمره أربعة عشر عاما بناء على اختيار رياس الرجب المدير الفنية لفريق الأهلي وقتها وكان آنذاك محمد عامر رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي شارك صالح مع الأهلي في تسع لقاءات من أصل سلسة عشر في بطولة الجمهورية في هذا الموسم وأحرز اللاعب مع الأهلي في الموسم الماضي إثنى عشر هدفا ويجيد اللاعب في مركز الجناح الأيسر ويشبهه البعض بالزئبقي محمد بركات لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق موهبة الأهلي الجديدة أكد أن مسأله الأعلى محليا السناء محمد أبو تريكا ومحمد بركات بينما عالميا البرتغالي كريستيانو رونالدو سلام عليكم ومازلنا مستمرين مع الكابتن أمين عرابي والكابتن صلاح ناص ولكن احنا مجاهزين مفاجأة صلاح صلاح ولا لو السلام عليكم السلام عليكم السلام علي صوتك علي صوتك علي صوتك علي صوتك علي صوتك علي صوتك يا بابا بسيس ناصر ازاي حضرتك ازاي حضرتك مساء الخير عليك وشرفنا في قناة الأهلي يعني ونحييك بصراحة على صالح موهبة كبيرة جدا يعني عايزك تتكلمني أكتر عن صالح وعن سماته وعن طباعه في أسرته وعملة زي وفاصلنا عند رسولنا الحمد لله هو النجمة هادي هادي قديل الكلام عند صوت ديها جميلة هو بيعملها في برايات يعني الحمد لله مستمي في الصلاة والقرآن وعن طباعه في أول يعني في الثمال يعني عدد بوضع تمام يعني دايما سيد ناصر يعني دور الأسرة لا يعني لا ينفصل عن دور الجهاز الفني أو عن يعني الرياضة والأسرة الاتنين بيتكملوا بعض يعني أنت دورك وتواصلك مع الكابتن أمين ودعمك لصالح يعني يعني بيتم إزاي وإيه نصحتك لأي أسرة لها ابن بيلعب كرة أو بيلعب بيمار السرادة بوجعه مشكورك إن شاء الله وتشوفوا أحسن اللعب ونشوفوا الفريق الأول إن شاء الله نادر أهلي شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر والتوفيق لصالح إن شاء الله كابتن أمين دور الأسرة مهم يعني مهم جدا وأعتقد أنه بيكون عامل مساعد لنجاح أي جهاز فني مع العيبة خصوصا في السن سن المراحقة ده السن أكيد جد أكيد طبعا وإحنا يمكن في النادر لابرده متعودين إنهنا بيكون على التصال بأولياء الأمور بنشوف القصة معهم إيه بنتابع معهم هل هو في البيت ماشي كويس بيذاكر ما بيذاكرش بيحضر بينام بدري ما بينامش بدري ففي متابعات مستمرة أولياء الأمور في كتير من الناس بتتكلمنا وبتتصل عايز يعرف الولد إيه ما بيلعبش لإيه ماشي كويس ولا فيه حاجة ولا ودي مهمة جدا 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 طب معيني بعض يعني حضراتك بيتركز عليها بتوني دي مهمة بعض المدربين التانية أو في العلعاب الأخرى يعني يعترضوا على تدخل الأسرة لا مش تدخل أنا فيه فرق بين التدخل وفيه فرق بيننا أعرف الولد جوه البيت إيه أخباره فوزت إخواته هل هو عصبي هل هو مفعالي هل هو هادي هل هو بيذاكر هل هو ما بيذاكرش هل هو بينام متأخر ما بينامش متأخر ما هو كل ده بيحصل حاجات في الملعب بتبان فيه إذا كان صهران إذا كان منامش كويس إذا كان مشاغب إذا كان ففيه حاجات كتير بتبان سلوكياته مع زميله فبتبان كل الحاجات دي فإحنا لا المتابعة مع الولي الأمر مهمة جدا 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 لكن لا نسمح بالتدخل إنه يلعب أو ملعبش أو ما بلعبش ليه أو يلعب ليه دي للمدير الفني وللنادي فقط طبعا لكن الأولية أمر مسلا استفصل من حضرتك هل حضرتك بتديره الدوافع أو الأسباب اللي بتبنع طبعا عشان يسعيدني فيها عشان يسعيدني فيها لإن لإن دي مهمة جدا زي التعليم والبيت طبعا لو الولد مرجعش وزاكره وعمل واجباته وبقى كويس مش هيبقى كويس في المدرسة أنا كمان كده لو الولد مرجعش واستريح وتغزى كويس ونام كويس مش هيبقى كويس عندي مهما أنا عملتله فلازم بقى فيه لينك بين الأمور الأسرة والمدرب أو الإداري على أساس إن إحنا نبقى عارفين كل ساعات ممكن نبقى جاي من الدائم جاي زعلان أنت مش عارفه زعلان ليه أداءه مش كويس هو زهنه شارد فأنت لازم تبقى عارف القصة جاية منين جاية من البيت ولا جاية من الملعب ولا جاية من زميله ولا جاية فدي لأ دي مهمة جدا 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 في علم التدريب الرياضي من الوقت صالح أنت الدراسة والرياضة لازم يصيروا في خطين متوازين أنت كلاعب ونجح رياضيا ودراسيا إزاي بتقدر توفق بين الاتنين في نفس الوقت طبعا الدراسة أهم من الكرة إنها شكليا الشهادة تكون معك مع الكرة بتكون أفضل طبعا فالوهد بيحاول يوفق بين الدراسة والكرة بتكون صعبة شوية إن أنت الكرة دي حاجة بتحبها الدراسة عاماتا فش حاجة بيحبها نعم فالكرة لا هي كرة يعني هي كلها حياتي لأنا لازم أن أوفق بين الاتنين عشان أطلع بحاجة كويسة بين الاتنين تنامين في الفترة الجاي يعني ماتش الاسوتي عندنا ماتش الجاي ماتش المقولين العرب في المقولين العرب ماتش صعب المقولين برضو الفرقة المهيزة جدا المنافسة على الصدارة كره نقطتين أنا أطلق مع أمبي والإسماعيل ولسه أمبي لهم مباراة معجلة يعني المباراة اللي جاي حدراك شايفها إزاي والإستاذات لها إزاي وإمتى إن شاء الله الأهل يرجع الصدارة لا هي مباراة طبعاً زي أي مباراة وأنا بقول للعبة كده هي مباراة بثلاثة بونت أيام كان اسم المنافس أنا في النهاية بلعب على ثلاثة بونت وبلعب على بطولة فاللي عايزي بقى بطل واللي عايزي في القمة لازم يفوز بالمباريات بتاعته وما يبصش وراه مين أنا كسبتي مين خسرت من مين ولا هو يفكر في اللي هو في ظهره هو يفضل يكسب ويبص اللي قدام ويشوف اللي قدامه إيه وعايز يكسبه خلاص وما يفكرش كمان في الفرق اللي فوقيه المهم أنا بأعمل إيه أنا هكسب ولا مش هكسب ويسيب الحاجات التانية دي بتاعت ربنا والتوفيق لكن طبعا نادي مقولين نادي محترم جدا عنده قطاع ناشئين قطاع محترم جدا بقادة الكابتن علاء نبيل عندهم ناشئين كويسين طول عمرهم زيهم زي إنبي زي الإسماعيل زي كل الفرق الدوري معهم مدير فني كانت محضر عزيز زيزو وزيزو برضو مدارد محترم وطبعا أكيد احنا هنحترمهم وعمل لهم حساب كويس جدا وأكيد إن شاء الله بنفكر في التلطة بهمت وفي النهاية هي كرة قدم وإحنا هنعمل اللي علينا ونخلي الله يبقى تعمل اللي عليها وفي الآخر اللي هيكون فيه التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه لكن أنا بس عايز نوع على حتة صغيرة جدا أنا يعني من طبع الناشئين بالذات عايز المدربين وأولى الأمور والناس تفهم إن مش ده الأساس مش الأساس البطولات نعم لإننا دلالي ياما خدنا بطولات وأنا بقول للأي باك يا ده ياما هاياخد بطولات لكن الناتج بتاع الناشئين مين اللي طلع درجة أولى مين اللي هنطلعوا الدرجة الأولى هو ده الأهم بزاك هو ده اللي إحنا بنهدف إليه وبنسمو إليه للفريق الأول النواقص إيه في الفريق له عشان نقدر نطلعها لكن بطولة معلش مع احترام يعني إنت لو سألت تسعين في الماء من الشعب المصري مين خد بطولة الناشئين السنة فات محدش هيعرف آه بزاك لكن مين يعني محمد عبد المنى عند رؤية خلاص الناس كلها تتكلم من الحضر آه لكن مين خد بطولة الناشئين السنة فاتت محدش عارفة أو الأغلبية مش عارفة الأغلبية العظمة مش عارفة لكن مين طلع دراجولة هايدي اللي تفرق مع النادي لكن إحنا إن شاء الله ماشيين في خطين متوازين وفي النهاية ربنا يكرم بإذن الله أدرينا إن شاء الله تحققه دوت وبإذن الله يعني مزيد من التوفيق إن شاء الله والدوري 99 بتاعكم إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني كابتن أمين عربي شرفتنو نورتنو شكرا يعني دي كانت حلقتنا النهاردة يعني حلقتنا خلصت ولكن هدفنا مخلص رسالة قناة النادي الأهلي لتسليط الضوء على القطاع الناشئين وفرع الناشئين لم ينتهج دي رسالتنا اللي إحنا هنقوم بيها تجاه ندينا يعني سعيد كنت معكم النهاردة في حلقة ساد الأهلي نلتقي على خير إن شاء الله في حلقة تانية سلام عليكم شكرا